هل قناة خواطر فكرية سرقت مقطع فيديو من أمير القريشي أو لا؟ أكثر مشكلة أكثر مشكلة أواجهها وأسميها مشكلة أنه لما ترد على زعطوط أو مجموعة من الزعطيط والأطفال وهنا الأطفال يعني أفكارهم أفكارهم غير ناضجة أفكارهم للأسف الشديد أقول أطفال مراهقين ولا يمكن أن يستوعبوا الموضوع بصورة شاملة فإن شاء الله بهذا الفيديو راح أوضح الموضوع بشكل عفوا بشكل كلي بخصوص هل سرقت قناة خواطر فكرية إعلان تشيع من قناة أمير القريشي أو لا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنعدوهم حياكم الله بفيديو جديد طبعا نشرت بعض القنوات واجتني بعض التعليقات إنه قناة خواطر فكرية سرقت إعلان تشيع من أمير القريشي فيا صاحب القناة ليش أنت متناقض تتجاوز على أمير القريشي ومع ذلك تسرك من قناته الجواب على هذا الموضوع إنه الذين يتكلموا بهذا الكلام هم للأسف الشديد أقول بعدهم مناظجين مناظجين عقلهم بعد مناظج عندهم السب واللعن أو لويات من دون أن يتأكدون الموضوع أصلا يجوا يسبوني ولعنوني الموضوع كالآتي نشرت قناة خواطر فكرية بتاريخ أربعة مايو ركزوا بالتاريخ لأن راح نرجع له تقريبا نعم أربعة مايو نزلت مقطع فيديو عنوانة المستبصرة السعودية نجود العجاجي أو العجاجي تنهار بالبكاء وهي تعلن الولاة لمحمد وآلي محمد هل هذا المقطع مأخوذ من قناة أمير القريشي أو لا بكل اختصار وبكل بساطة والله العلي العظيم هذا المقطع غير مأخوذ من قناة أمير القريشي شنو الدليل؟ الدليل إن هذا الفيديو موجود على قناة علي الصفواني نعم هذا الفيديو تقريبا صار لخمس سنوات أو أكثر وأيضا نشر الأخ علي الصفواني فبمجرد ما اجتني التعليقات بعد ما نشرت الفيديو قالوا أنه أمير القريشي هو صاحب الفيديو الأصلي بمجرد أنه سمعت هذا الموضوع اتوجهت إلى قناة أو إلى الأخ علي الصفواني رسلته بعثت للمقاطع الفيديو فأكد لي بأن هذا المقطع هو ليس من أمير القريشي إنما هذا المقطع هو للأخت السعودية بعثت للمقطع الفيديو وأمير القريشي هو اللي أخذه فوالله أنا أقسم دائما ما أقول أنه أنا أقسم حتى أوضح وأؤكد ولا أبرر أقسم بالله العلي العظيم أنه المقطع اللي نشرته ما مأخوذ من قناة أمير القريشي أبدا وأطلاقا ونهائيا فبمجرد ما سمعت أنه أمير القريشي أيضا ناشر المقطع الفيديو قابل قناة خواطر فكرية وبالتأكيد بالتأكيد بعد ما أخذ من الأخ علي الصفواني بمجرد ما سمعت لهذا الموضوع حذفت المقطع الخاص بكلام الأخت المستبصرة وخليت فقط كلامي فالآن بأي وجه راح تلاكون رب العالمين أنتم فقط كذبه فقط تتكذبون على شخص أصلا أنتم ما تعرفون مجريات الحال ومجريات الحدث فقط خناخد لازمة على صاحب قناة خواطر فكرية خنصبه واللعنة ونجعل منه حقيقة يعني إيقونة الباترية كما يصفني بعض من المعلقين بأنه أنت إيقونة الباترية فأقول بختام الفيديو والله لن أنجرف وراء أخلاقكم لن أسبكم ولن ألعنكم أبدا وأطلاقا ونهائيا هذه أنا لما أقول أخلاق أخلاقي متجذرة أما أنتم سبوا يلعنوا كل شي تجاوزوا هذا الشيء ما راح يضرني فقط راح يعلي مقامي ويزيد حسناتي فأنتم سبوني أو لعنوني وأنا راح أطلع بمقاطع فيديو أوضح أن كلامكم هو كلام كذب بكذب بكذب والأدلة حاضرة وموجودة